فرح سلامة ازايك يا فرح اهلا انا عرفت من توحة معادة الدرس بتاعك قلت اجي استناك وانت راجع خير انا عارف انك مدهي قوي من ماما عشان اهنتك انت وتامر وطمت فاتن بس صدقين يا فرح انا لو كنت عارف انها هتعمل كده كنت منعتها بأي طريقة عشان كده انا جاي احاول اصلاح اللي هي عملته ما اعتقدش ان اعتذرك هيفيد بحاجة يا سلامة اللي حصل حصل خلاص بسبب الشريط اللي انت سجلتي لبابا انا اتأكدت فعلا ان باباك يالله ارحم وسبب لبابا 100000 جنيه وهي تقريبا سبب كل حاجة احنا فيها دلوقتي عشان كده انا جاي عايز ارجع لكم جزء من حقكم جزء من حقنا ايوه دولت 20000 جنيه انا اخدتهم من المصنع ولو اني مش عارف ازاي حسويهم في الحسابات بس مش مهم كنت عايزي بتعرفي انك غالية عندي اقوى فرح اغلى من الدنيا كلها ولو كنت اقدر كنت اديك عنايا والدك والدتك عارفين انك هتجب لي فلوس دي يا سلامة لا 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 مفيش اي حد يعرف اي حاجة حتى توحى نفسها ما عندهاش فكرة ويريت حتى ما تنلهيش تا ليه عملت كده يا سلامة بصراحة انا بتحبني صح؟ اكتر من اي حاجة في الدنيا كنت ناوي اجي اتقدملك واخطوبك كان لولا اللي حصل طب شوف بقى يا سلامة لو فعلا عايز تثبيتلي انك بتحبني وانك مستعد تعمل اي حاجة عشاني رجعلي بقى يتحق انا يتحقك؟ ايوه التمانين الف جنيه ايوه بس بس ايه؟ ده الشيء الوحيد اللي ممكن يزبيتلي انك بتحبني تمانين الف جنيه فرح كتير اوي وانا مش مستعجلة مش احسن ما كنت طلقت منك فوائد السنين دي كلها كمان؟ عن اذنك بقى انا اتأخرت على ماما اوي اخيرا حقنا هيرجع لنا وكل مشاكلنا هتتحل ايه انا مش مصدق نفسي حسك اني بحلم اكيد ماما هتفرح قوي لما تعرف اللي حصل وتشوف الفلوس دي كلها معي ازاي فاتيني دي؟ دي ماما لو شافت سلامة ممكن تعرف منه حكايات الشريط اللي انا سجلته لانكل مرشدي واللي اعترف فيه بالفلوس بتاعتنا دي كتبقى مصيبة طب والعمل يا فرحة مانت Trick مانت مانت عبتها اني تنصرت درسية الحمد لله يا ماما مساء الخير يا بنتي ماما الان عليك المساعد ما خرجتي مهي ماما صلحة دايما متقلع علينا طبعا انا عايز افهم ام ومشينا ما وصلتكيش تحد هنا ليه لا مهي وصلتني لغاية باب العمارة واتمنت ان انا ركبت الاسنسور ومشيت ومالك بتلقلق ايه في الكلام كده ليه انا؟ لا ابدا خلص ده حضرتك حتى لقلقنا من الصبح انا؟ لا انا كويسة قوي الروح يغير يدومك وانا اعملك العاشر يلا؟ اوكي